مبارح انطلقت الدورة التانية لمهرجان العالمين الجديدة الحدث الترفيهي والفني الأكبر في الشرق الأوسط النسخة التانية للمهرجان هي نسخة غنية جداً مليانة بالأحداث والفعاليات المختلفة الحقيقة إنه فيه دقة كبيرة في التنظيم شفنا الإعلان من بدري عن جدول الحفلات عن الفعاليات اللي تبعناها خلال المؤتمر الصحفي كمان حديث المسؤولين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتبزل مجهود كبير جداً ورائع لإنجاح هذا المهرجان وتنظيم فعالياته اللي هتوصل لحوالي 300 فعالية على مدار الشهر ونص أو على مدار الشهرين دول بنهاية شهر أغسطس حاجة كده طليق باسم مصر الحقيقة مهرجان للعالمين بقى حدث مهم حدث بنستناه من السنة للسنة مع أن دي يمكن الدورة التانية ليه لكن تحس أنه بقاله كتير تحس أن انت المهرجان ده من كتر ما زي ما كان لسه محمد بيقول فيه دقة فيه كل حاجة كده في الأول كده معروفة تحس أن الناس دي عاملينه بقالهم كتير مش رسا تاني دورة ليه العالمين أصبحت في الحقيقة وجهة سياحية جذابة جداً لمصر ناس كتيرة جداً بقى بتتكلم على مهرجان العالمين بقى عام الجذب ليه السياحة مش بس العربية لا كمان السنة دي قدرنا نوصل لعدد كبير من السياح الأجانب رجع السنة دي بشكل أقوى مفاجآت أكتر فعاليات كتيرة تناسب كل أفراد الأسرة وذي الحاجة المهمة جداً أنك النهار ده تقدر تاخد ولادك وتروح العالمين الجديدة تستمتع بكل ما هو جميل للأسرة المصرية كلها الأب هيقدر يستمتع الأم الأطفال فيه ليهم مهرجان أو نبتة للأطفال فيه الفعاليات للشباب الحفلات اللي احنا بنشوفها مبارح كمان كان فيه توقعات بزيادة مليون سائح لمدينة العالمين لحضور فعاليات المهرجان بين حفلات غنائية أو مصرحيات فنية كمان مسابقات رياضية وترفيهية طبعاً كل ألوان الترفيه موجودة مصر كانت محتاجة مهرجان بحجم مهرجان العالم على مين مهرجان حقيقي يليق بمصر يليق بقوة مصر الثقافية والفنية الجميلة والقدرة على التأثير مهم جداً أن احنا نقول إن المهرجان ده لكل المصريين المهرجان ده بش لفقة معينة لكل المصريين كل مصري بكل الفئات المختلفة ممكن يروح مهرجان للعيلة للأسرة زي ما بسانت كانت بتقول من شوية للأولاد نقدر نروح نقضي وقت جميل المنطقة منطقة فريدة جميلة حقيقة جمال المنظر والطبيعة والصورة وكمان نقطة جذب للسياحة العربية والأجنبية مرة تانية بنشجع كده وبنعزز السياحة لمصر إن شاء الله يا رب يبقى موسم كل خير على قطاع السياحة سواء السياحة العربية أو السياحة الأجنبية فالمشاهد اللي احنا شفناها كده اليومين اللي فاتوا اللي حنشوفها إن شاء الله على مدار الفترة اللي جاية مشاهد جميلة من مهرجان العالمين أجمل حاجة سنادي في مهرجان العالمين واللي هي فعلا يعني كل من تابع أخبار هذا المهرجان قدر هذه نقطة جدا إنه حيتم تخصيص 60% من أرباح هذا المهرجان لدعم فلسطين شفنا من أول أعلان المؤتمر الصحفي للمهرجان عالم مصر جنب عالم فلسطين وده اندل على شيء فبيدل إنه احنا ما نقدرش أبدا يعني نبعد عن محيط ما يحدث حولنا والإقليم بالرغم مما يحدث في غزة إلا إنه هي حاضرة في قلب الدولة المصرية ف60% من إرادات الحفلات الغنائية والأنشطة في هذا المهرجان حتوجه لدعم فلسطين ودعم أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة ده دور وطني وعربي بتقوم به الدولة المصرية بتقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم أهلنا في فلسطين ده غير طبعا تخصيص شاطئ عام في العالمين دخوله حيكون بالمجان لخدمة أهالي مدينة العالمين ما فيش أي رسوم لدخول هذا الشاطئ شاطئ للجميع ومدينة للجميع ومهرجان لجميع المصري زي ما أنت قلت يا محمد أنه في مسؤولية كبيرة جدا مصر في الحقيقة بتشيلها على عطيقها تجاه أخواننا في غزة وزي ما أنت قلت أنه عائد أو يعني جزء كبير من عائد المهرجان هيروح لدعم أخواتنا في غزة وده الدور اللي مصر في الحقيقة بتقدمه طول الوقت وبتقف جنب أخواتنا في غزة وفي فلسطين بشكل عام طول الوقت عايز أقول أن مهرجان العالمين من فعلا الحاجات المختلفة اللي احنا بنحب أن احنا نشوفها احنا حابين أن الأسرة المصرية كلها تستمتع الأجواء الرياضية اللي احنا شفناها السنة اللي فاتت وان شاء الله هنشوفها كمان السنة دي الفعليات للأطفال تاني مرة بنقول السنة دي هتبقى أكيد مختلفة لسه كنا معينا دلوقتي على الشاشة حاجة كده في منتهى الجمال حفلة الكنج محمد منير لو زميلنا يرجعوها مرة تانية نشوفها مع بعض قد ايه الناس مستمتعة بالحفلة وانه قد ايه الكنج ده كده حالة فريدة وخصة مختلفة يعني مبارح كمان كان فيه لقاء طبعا الأعلامات الكبيرة منشز لي مع متحة صالح الكنج محمد منير يعني من بداياته سنة سبعة وسبعين لغاية النهاردة عشرين أربعة وعشرين مش معقولة العدد المهول من الجمهور المستعد يحضر له الحفلات ويفضل مستني كده عشان بس يسمع الكنج محمد منير بقى غنيء المصرية جدا هو فعلا صوت النيل صوت مصر تقدر ان انت تحس كده أسوان والنوبة ومصر بقى والمصريين بقى اللي بجد كده بس بمجرد محد بيغني محمد منير الكنج احنا النهاردة هنتابع محضراتكم أهم الفعاليات اللي هيتم تنظيمها في المهرجان وهننقل الحالة الجميلة اللي موجودة في العالمين هننقلها في خلال أو عن طريق الشاشة إن شاء الله فتابعونا في خلال الحلقة عشان نعرف ايه الجديد اللي يحصل النهاردة في العالمين الجديدة مرة تانية بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر